تستمر محاولة نعاش الهدنة في اليمن بعد توقفها منذ أكثر من شهر وتصطدم هذه المحاولات بشروط ميليشيا الحوثي وخروقاتها المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر جينغ والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندنبرغ قام بجولة في المنطقة بهدف دعم جهود تجديد وتوسيع الهدنة والتوصل إلى سلام دائم في اليمن وفي الوقت الذي تلتزم الحكومة اليمنية ببنود الهدنة بما فيها تشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء تستمر ميليشيا الحوثي بابتزازها ووضع شروطها وإبراز تهديداتها وخروقاتها فقبل نحو أسبوعين نفذت الميليشيا قصفا على ميناء الضبا لتصدير النفط في حضر موت ما تسبب بتوقف تصدير النفط اليمني الخام كما واصلت الميليشيا استهداف المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية رد الحكومة اليمنية كان بتصنيف الميليشيا كمنظمة إرهابية وبتأكيدها أنها ستتخذ خطوات للتعامل مع الميليشيا على هذا الأساس كما أعلنت وزارة الدفاع رفع جاهزيتها القتالية لمواجهة أي تصعيد محتمل بعد أكثر من شهر على انتهاء مدتها وعدم التمكن من تمديدها مرة أخرى لا يعول معظم اليمنيين على إمكانية تجديد الهدنة رغم الجهود المعلنة من واشنطن والأمم المتحدة في ظل عدم اتخاذ المجتمع الدولي قرارات حاسمة تدين انتهاكات الميليشيات وتضع حدا لجرائمها ترجمة نانسي قنقر